بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بيبتري طلبة الشهادة الاعدادية الاسم ما يخدش ولا حاجة الموضوع حقيقي سهل والمنهج حقيقي لذيذ جدا السنة دي اوعى حد يخوفك منه هتجين بس مذكرة اول باول وصدقني هتلاقي الموضوع سهل قوي هنبدأ اول يونت ونتكلم فيها عن فكرة لذيذة قوي وهي فكرة الموش بس ما تنسوش لو دي اول مرة تشوقوا القناة وتتعرفوا علينا ياريت تعمله سبسكرايب للقناة وتفعله زر الجرس واوعدك بإذن الله مش هتندم ياريت كمان تفرحني بلايك وشير وكمنت على الفيديو طبعا تنضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام والواتساب والشانل واللي اللينكات دي هتلاقوها في الديسكريبشن بوص سندوق الوصف تحت الفيديو يلا نبدأ سوا في شرح اول درس معينا في الشهادة الاعدادية وهو بيكلم عن الموشن الوان ديريكشن منهج الساينس عندنا السنة دي فيه four units وفي الحقيقة كلهم لازيزين مفيش حاجة فيهم من اللي هي اليونت الصعبة أو التقيلة أو اللي مش هنعرف نذكرها لا كلهم سهلين اليونت الاولانية اللي حنتكلم أو حنبدأ فيها النهاردة اسمها force and motion في الحقيقة اليونت دي بتتكلم عن الموشن مين اللي يعني عن الموشن اللي كنا تكلمنا عنها السنة اللي فات الموشن دي يعني ايه اصلا موشن وازاي نقدر نعمل description للموشن وكمان حاجات كلمات جديدة related بالموشن ما كناش نعرفها هنبدأ نتكلم عنها وسؤال مهمة أوي طول عمرنا نسمع عنه فرق مثلا ما بين كلمة اسمها speed والتانية اسمها velocity اللي اتنين ترجمتهم في الآخر بالانجلش يعني سرعة لكن عندنا في الساينس لا دي كلمة ودي كلمة دي معنى ودي معنى كلام ده كله هنفهمه في خلال شرحنا لليونت ده تعالوا نتكلم في أول لسن النهاردة في اليونت اللي هو اسمه motion in one direction احنا متفقين قبل كده ان انا كان عندي كذا نوع من انواع الموشن يا ريت تبقوا سمعتوا الانتروداكشن علشان تفتكروا الكلام ده كان عندنا حاجة اسمها periodic motion ودي الموشن اللي بتوعد تعمل repeat لits self زي البندوليا مثلا او زي السبرينج او زي الفان المروحة وفيه موشن تانية اسمها transitional motion ودي اللي كان ليها start point وend point احنا كلامنا بقى مين لي على النوع التاني ده اللي هو الموشن اللي ليها one direction يعني حاجة ليها start point وليها end point الاول كده نفتكر يعني ايه الموشن علشان نحكم على الحاجة دي انها عملت موشن او لأ بشوف الوزشن بتاعها تغير ولا لا يعني مثلا لو انا قلتلك الالم اهو موجودة على المكتب وبعدين انت خرجت ورجعت تاني لقيت الالم بقى موجودة على السرير هتفهم على طول ان الالم ده حصل له موشن يعني ايه موشن؟ يعني البوزشن بتاعه تغير وكالعادة as time passes اصل ال time ده الحاجة الوحيدة اللي ما بتقفش الحاجة الوحيدة اللي مكملة مش معنى ان الساعة بتاعتك عطلانة او البطارية بتاعتها خلصانة ان الوقت ما بيمشيش كده كده time بيعمله passes كده كده الوقت بيعدي الموشن دي معناها ان البوزشن بتاعي الوبجيكت حصل له change والtime بيعد طيب الموشن دي ممكن يبقى الباث بتاعها الوي بتاعها الطريق اللي الموشن بتحصل فيه ممكن يبقى straight يعني مثلا الكار بتاعتنا ممكن تمشي في طريق straight كده وممكن يبقى الطريق مش straight الطريق curved كده وممكن يبقى combination مشيت في طريق straight وبعدين خلت الملف كده ورجعت وبعدين مشيت على طول وبعدين خلت اليو تيرد وهكذا يبقى الباث أوف موشن ممكن تبقى straight وممكن تبقى curved وممكن يبقى combination between الstraight والcurve ده برضو من الأسئلة اللي بتكرر عندنا في الcomplete the path of motion may be space or space or space straight curved وكمباينيش بس أهم حاجة لازم أعرفها إن simplest type أوف موشن أبسط نوع من أنواع الموشن إن الأوبجيكت ده يعمل الموشن في straight line وفي one direction طيب فهمنا يعني إيه straight line يعني الباث بتاعه straight تمام إيه بقى in one direction يعني زي الترين كده يروح من كايرو لأليكس وخلصت الحدوتة ممكن بقى يبدأ رحلة جديدة من أليكس الكايرو بس طول ما هو ماشي هو في نفس الdirection على طول هو ده الاسم one direction مش زي البندوليوم يروح ويرجع ولا زي الروتاتوري بي مثلا إلا النحلة أو الضبور اللي بتلعبوا بيه عمالها بتلف في كده لا السيمبلست type of motion نقوله علشان هو بيمشي في straight line وفي one direction يعني move forward or backward ما بيمشيش اللي اتنين مع بعض انت بتلاقي آه فعلا بيمشيش يوسف يوسف ده ماشي الطريق من كايرو الالكس في six hour انا عملت motion ولا لا اه عملت motion البوزيشن بتاعي اضغير ويوسف عمل motion برضو والبوزيشن بتاعه برضو تغير كلمة motion دلوقتي مش مساعداني ان انا اعمل compare بين الموشن بتاعتي والموشن بتاعته فيبقى لازم نطلع بكلمة تانية تعمل describe للموشن الكلمة دي اللي هي ايه اللي هي speed يعني ايه speed يعني حنحسب كل مرة ال distance دي خدناها في time قد ايه تعال احكيلك حدوتين كده وانت حتفهم الموضوع كويس الحدوتة بتاعتنا بتقول ان كان فيه car لونها red وcar تانية لونها green التو cars دول مشوا زي ما احنا شايفين وواحدة وصلت والتانية بعدها بشوية وصلت ما نقدرش نقول ان ال car ال red عملت motion والgreen ما عملتش لا اللي اتنين عملوا motion بس ارجع كده وشوف ايه دي ال car ال green اهيه وصلت بعد ال red بشوية مع انهم مشوا نفس distance اللي اتنين اتحركوا من اول هنا لغاية هنا بس واحدة خدت time صغير والتانية اخدت time كبير بنفس الفكرة لو انا بقولك حد ماشي من كيرو لالكس وهعمل ال compare بحد تاني ماشي من كيرو لأصوان ما قدرش اعمل ال compare دي لسبب لان انا عندي time مش زي time وال distance مش زي distance يبقى علشان اعرف اعمل describe لكلمة speed لازم يبقى عندي two factors دول distance و time ساعتها اقدر اقول اه ده speed بتاعته اعلى من speed دي امتى لما يبقى عندي two factors دول دي وصلنا لcomplete مهم جدا عندنا في الدرس ده الcomplete دي اللي بتقول space and space are factor of description motion او factor to describe the speed علشان اعرف الموشن او الspeed دي اعمل لها description لازم يبقى عندي الاثنين value دول distance و time وده يوصلنا للرول القديم اللي احنا عارفين وكنا بناخده من السنة اللي فاتت الرول اللي فيه magic triangle بيقول الدي هي اللي قعدة فوق بتتفرق تحت على tv او v t بس خلاص احنا فهمنا حرف الفي ده ما تقول ليش ده velocity ده اسمه speed شمعنا يميس عشان في lesson 3 بالضبط هتعرف ايه الفرق ما بين كلمة speed وكلمة velocity مهم دلوقت distance هي اللي موجودة فوق والt والv اللي هم time وspeed موجودين تحت يعني مثلا لو انا عايز distance هغطي عليها خالص يتفضلي t وv جنب بعض يعني هعمل buy طيب لو انا عايز الv اللي هي speed هخبي عليها خالص ويتبق لي distance فوق وtime تحت يعني هعمل ما بينهم divided وهكذا تاني يعني ايه speed يعني distance اللي object ده مشيها في unit of time لأ تاني كده يميس طب هزهل هيلك شوي قول لي كده الv equal ايه هتقول لي الv equal d over t طيب امتى يبقى الv هو هو d يعني تخيل لو d 3 امتى تبقى d دي كمان ب 3 هتقول لي يميس لو time ده 1 هو ده اللي قولنا بالظبط distance move through a unit time يعني اي unit time يعني time لما يبقى time ده one hour بقى one second على حسب انت بتحسب بأنه unit يبقى speed هي هي distance لما time بion time او ممكن نقول definition لي تاني وهو rate of change of distance الrate اللي distance فيه بيحصل لها change الobject طول ما هو ماشي يمشي ل distance اكتر والوقت عمال بيعد اهو الrate اللي بيحصل في اللي change بتاعة distance دي هي دي الspeed طيب زي ما احنا متعودين مش هنحاول نحفظ كتير تعالوا نعرف نجيب احنا الوحدنا الماجرينج unit بتاعة lspeed احنا 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 كل اللي عليك تعمله انك تشيل كل سامبل من دول وتحط بدال اليونت بتاعته يعني مثلا distance meter والtime بالsecond يبقى اليونت بتاعتنا meter per second طب لو هي distance كبيرة شوية مش هعرف اقصها بالmeter انا محتاجة unit اكبر مدام unit اكبر للdistance يعني خدت كيلو متر مثلا يبقى برضو تختار unit اكبر للtime وهي الhour يبقى انا ممكن اقول meter per second وممكن احسبها بالكيلو meter per hour على حسب ايه بالproblem اللي عندك بيتكلم فيه حاجات كبيرة خالص ولا حاجات صغانون اليونت بتاعتك كبيرة ولا صغير بعد كده احنا عارفين طبعا ان الكيلو متر فيه 1000 متر وان السكند فيها 60 hour احنا سهلة او ان احنا نحول من كيلو متر لم ومن hour ل second والعكس لكن لو انا عندي بقى كيلو متر per hour كلها او متر per second كلها ازاي اقدر اعمل convert هقولك على حركة سهلة اوز انت عندك كل مرة بتمشي من صغير الكبير بتعمل برافو عليك divided المرة دي هنعمل boy 3.6 يا ميس انا هطلق طيب خلاص امشي عيد من صغير الكبير تعمل divided ورقم اسمه 5 over 18 طب ولو من كبير لصغير هنعمل boy نفس الرقم 5 over 18 يبقى انت عندك fraction تحفظه اللي هو 5 over 18 وده هتمشي معي عادي من كبير لصغير boy من صغير لكبير divide او ان انت تشتغل بالdecimal لو انت زي حالتي كده بتطلق يبقى number اللي هنحفظه 3.6 وده هنقلب من كبير لصغير هعمل divided ومن صغير لكبير هعمل boy هنشوف الكلام بشكل اوضح وبتفسيرات اكتر لما نحل الproblem في فيديو الproblem بازن اللي يبقى انا دلوقتي عرفت ان ما بين ال-V و-D direct relationship وما بين ال-V و-T inverse relationship كنا متفقين من السنة اللي فاتت ازاي نعرف ال-relationship دي وقلنا بنحط line كده والتنين اللي فوق السطر يبقى direct ولو واحد فوق واحد تحت يبقى inverse relationship نكمل كلامنا ونقول ان انا عندي في ال-Core حاجات بتغنيني عن الحدوتة دي انا عندي device في ال-Core اسمه speed وميتر في ال-Core بقى وال-plane ده بيعرفني speed direct من غير ما عود احكي الحدوتة بتاعت انا هحسب distance قد ايه في time قد ال-object هو ماشي ممكن يمشي ب two types of speed حاجة اسمها regular speed وحاجة اسمها irregular speed يعني irregular speed يعني ال-object ده بيمشي equal distance في equal period of time يعني مثلا ماشي في الساعة الاولانية تين كيلومتر والساعة التانية تين كيلومتر والساعة التالتة تين كيلومتر برضو ده الراجل ماشي ب-regular speed يعني كل hour بياخد نفس الدستانس بالضبط اما ال-irregular لا الساعة الاولانية ماشي تين كيلومتر والتانية ماشي five والتالتة ماشي twenty كل ساعة ماشي بحاجة فاحنا في ال-definition هنحفظ definition واحد regular speed حبدأ بالكلمة التانية speed which the object cover equal distance here هقول نفس الكلام بس هحط الناية unequal قدام الدستانس او unequal قدام الطايم بكده حبيبي نكون خلصنا part one ذكروا كويس واتمنالكم كل التوفيق اشتركوا في القناة